في موازنة 2019 وداعاً طريق القدسين مرفأ جوني على المحاك وعشرات المشاريع خفضت مخصصاتها إلى الصفر تقرير نخلع ضيني تشكل النفقات الاستثمارية واعتمادات البرامج نحو 9% من موازنة الدولة وتتضمن استملاكات وإنشاءات وتجهيزات وصيانة في موازنة 2019 حصلت تخفضات على بعض نفقات اعتمادات البرامج استهدفت بعض المشاريع فهل هذا ممكن؟ كل المشاريع اللي تأجلت أو اللي تخفضت موازنة أو اللي التغت موازنة كلها يتقديرين نحن بعد نعملها اليوم إذا مننقل كلفتها على القطاع الخاص يعني اليوم في شركات خاصة مستعدة تجي هي تشق طرقات هي تدفع حق الاستملكات ومثل كل بلدين العالم بتحط رسم مرور فياج طول ما هيك وهيدا الرسم المرور بيخليهم يطلعوا كلفة استثمارهم نفس الشي بشأن موضوع الماي بشأن موضوع الماي في عندنا شركات هي مستعدة تيجي وتبني الشدود وتضبط لنا الشبكة على نفقتها الخاصة بلا ما الدولة الليبنانية تدفع ولا ليرة من جابتها وبالتالي بدل ما يتأجل هذا المشروع فيه ينتقل كلفة تمويله للقطاع الخاص مثل ما عملنا بموضوع الكهرباء نظرة على أبرز التخفيضات وزارة الدفاع برنامج التجهيزات والبنى التحتية لصالح الجيش التخفيض من 248 إلى 8 مليون دولار برنامج إزارة القنابل العنقودية من 8.3 إلى 3.3 مليون دولار رئاسة مجلس الوزراء برنامج لتشييد أبنية لإدارات العامة والاستغناء عن استئجار المباني التخفيض من 134 مليون دولار إلى 0 برنامج ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لبيروت من 34 مليون دولار إلى 0 وزارة الاتصالات برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة التخفيض من 100 إلى 50 مليون دولار وزارة الطاقة تخفيض برنامج للأشغال المائية والكهربائية من 37 إلى 23 مليون دولار وزارة التربية برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية التخفيض من 15 مليون دولار إلى 0 كذلك برنامج تجهيز أبنية مدرسية من 5 إلى 0.7 مليون دولار تجهيزات المعلوماتية وصيانتها من 2.7 إلى 0 مليون دولار وزارة المالية برنامج لإنشاء أبنية التخفيض من 9.7 إلى 8 مليون دولار كذلك مشروع إنشاء البناء الموحد لإدارة الجمارك من 9.4 إلى 4.7 مليون دولار أعمال الكيل والمسح والخرائط من 3.3 إلى 0 وزارة الأشغال إنشاء مرفأ سياحي في جونية من 10.3 إلى 8.4 مليون دولار طريق السلطاني صيدة أصبحت صفر كذلك طريق القدسين جبال البترون خفضت من 6 مليون دولار إلى صفر وطريق فرمين مرجعيون من 14.5 إلى 14 مليون دولار كما انخفضت مخصصات إنشاء معهد للعلوم البحرية في البترون من 3 مليار دولار إلى صفر وبالتالي مجموعة كلفة بعض اعتمادات البرامج أصبحت 130 مليون دولار بدلا من 656 مليون دولار ترجمة نانسي قنقر